السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع النجاح في الرياضيات المستوى الخامس بتدائي الصفحة 107 مع تناسبية حساب نسبة المئوية وتحويل معطيات الى رسم مبياني والعكس. نسبة المئوية يعني في المئة. هذا ما تسمى نسبة المئوية حيث هي في المئة. هنا من خلال التمرير الاول املأ الجدول جانبه. قياس طول ضلع معين بالسنتيمتر. وقياس محيطه بالسنتيمتر. اذا كان ضلع واحد كنعرف بان المعين عنده نفس الاضلع الاربعة متقايسة. يعني هذا مثلا وهذا وهذا عندها الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع. كلهم عندهم نفس القياس بربعة. اذا كان مثلا قياس ضلع معين وواحد سنتيمتر يعني هنا واحد مثلا. الى بغيت الموحيط دياله. نعرف الموحيط هو الضلع في اربعة. اذا هنا سنضرب في اربعة غي يعطيني اربعة. هنا اثنال نضربها في اربعة غي يعطيني. 3 حية اثناء 4 حية اثناء 16 حية اثناء 25 حية اثناء المحيط هو الضلع المعين في 4 حيث يعدو الواقع الطبع من درب 1 حية اثناء حتى اتمم العبارة حتى اتمم العبارة للحصول على سطر الثاني بدون محصل على سطر الثاني بالجدول نضربه اعداد السطر الأول في خارج كل عدد من اعداد السطر الثاني على العدد موافق له بالسطر الأول إذن خارج القسمة خارج كل عدد من الأعداد السطر الثاني على العدد الموافق له السطر الأول هو نet 18 إلى 3. 16 إلى 4. 20 إلى 5. الخارج من عدد سطر الانهماد لمتفق سطر الاول. 5 و 4 عدد المتفقه والتناسب لعدد السطر الأول. هذا عدد يسمى معامل تناسب لعداد السطر الثاني مع اسطر السطر الاول. يعني هنا يمكن ضربه في ربعة لكي تلقى الجواب في الأسفل مزين بشيول التمرين اثنان في الشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة يلجأ بائع الألبيس الجاهزة إلى تخفيض نسب مئوية معينة وذلك للتخلص من السلعة القديمة عندما يبعدك السلعة القديمة يدر واحد تخفيض أحد المتاجر منح تخفيضا قدره 25% إذن شيمة جاردير 25% ما معناه 25%؟ معناه أن كل 100 درهم ينقص لك فيها 25 درهم تخفيض قدره 25 درهم إذن 25% 25% يعني كل 100 درهم ننقص منها 25 درهم نخفض منها 25 درهم إذا شريت حاجة بمئة درهم ينقص لك منها 25 درهم 100 ناقص 25 درهم ستبقى 75 درهم إذن سيحسب لك 75 درهم وهذا يعني أن الأتمين متناسبة مع التخفيضات ومعامل التناسب وإذن معامل التناسب هو 25% يعني 25 على 100 يعني 0.25 لقسمنا 25 إلى 100 إذن نعمل القسمة لقوة 0.25 إذن أتم ملء الجدول 8 قبل التخفيض كان 170 تخفيض بالدرهم تخفيض بالدرهم ما سنقصه؟ لينا إذن نعدي 8 قبل التخفيض 170 درهم تخفيض بالدرهم تخفيض بالدرهم ونضربه في هذه النسبة المئوية على الملف الجدول عندي 270 درهم تخفيض بالدرهم نضربها في هذه النسبة المئوية بـ 25% يعني إلى 25% يعني إلى ونضرب او مئتين وسبعين درهم يجب أن نقوم بـ 25% يجب أن نقوم بـ 25% هل هذا أو هذا؟ بحال إذاً إذا ختمنا بالفقانيار سنقوم بـ 25% يجب أن نقوم بـ 25% 35% 10% 13% 14% 4% 5% 5% 7% 6% إذاً سنقوم بـ 675% ونقوم بـ 10% لأننا سنقوم بـ 10% أي عدو قسمنا على 10% نحسب رقم ونقوم بـ . إذاً تعدي إلى ضربنا في هذا وتعطينا 67% 5% إذاً هنا أو يعني وحدة فيهم أو يجب أن نقوم بـ 7% إذاً نكتب سبعة وستين فاطلة خمس العملية ، يجبنا ياهاد الفوقنية ياهاد حسانية رب حال حال حل الشيطة يجب signed by 25 إلى 500 ضيقا في cela رأي صلات 15. هذا هو الثمن بعد التخفيض. الثمن بعد التخفيض كان 270 درهم كان نقص منه الثمن أو التخفيض بالدرهم الذي هو 67.5 نقص منه 67.5 هنا ما كانش جوز عشرين ديروا فاصلة سافر. اذا عشرة ناقص خمسة خمسة عشرة ناقص تمانية جوج سبعة ناقص سبعة سافر وجوج ناقص لا شيء اتنان. لك مائتان واثنان فاصلة خمسة درهم. ناقص ناقص مائتان واثنان فاصلة خمسة. مزيان بشيو دبل مية وخمسين درهم النفس طريقة مية وخمسين. نضربها في خمس وعشرين على مية ولا نضربها في صفر فاصلة خمس وعشرين بحال بحال. اذا مية وخمسين في صفر فاصلة خمسة وعشرين. اذا خمسة في صفر خمسة خمسة في واحد وجوج احتفاظ. جوج صفر جوج خمسة عشرة جوج واحد جوج الحتفاظ. اوك صفر خمسة سبعة ثلاثة واحد جوج. اذا سبعة وثلاثين. فاصلة خمسة سفر يزيد. اذا هنا نكتب سبعة وثلاثين. فاصلة خمسة. نفس الشيء مية وخمسون درهم اللي هو التمن الاصلي قبل التخفيض. نقص منه الثمن بعد او ثمن التخفيض. اذا مية وخمسين. نقص منها سبعة وثلاثين فاصلة خمسة. هنا فاصلة عشرة. نقص عشرة ناقص خمسة خمسة. عشرة ناقص ثمانية جوج. خمسة ناقص ربعة واحد هنا واحد. اذا مية واثناش فاصلة خمسة. اذا خمسة في خمسة خمسة وعشرين. هنا الوضع في الضرب اراوخة وضعه هنا مشي مشكلة بحل بحل. خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين. عشرة تلتاش. جوج خمسة. جوج سبعة وثلاثين خمسة. ربعة. خمسة. واحد جوج. دوق تمانية وستين. فاصلة خمسة وسبعين. اذا نكتب تمانية وستين فاصلة خمسة وسبعين. تمانية وستين فاصلة خمسة وسبعين. دبا ميتين وخمسة وسبعين. نقص من سمن التخفيض. دوق ميتين وخمسة وسبعين. ناقص ثمانية وستين فاصلة خمسة وسبعين. هنا فاصلة صفرين. دوق عشرة ناقص خمسة. خمسة. عشرة ناقص ثمانية. جوج. خمستاش ناقص سعود ستة الصيفر جوج مئتان وستة فاصلة خمسة وعشرون. اذا هنا مئتين وستة فاصلة خمسة وعشرين. مئتين وستة فاصلة خمسة وعشرين. نحن 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 ن 5,7,8,11 1 جوج 118 فاصيلة 5.70 هنا نكتب 118 فاصيلة 5.70 هنا نقوم بعملية 475 نقسم 118.75 فاصيلة 475 118 فاصيلة 5.75 هنا لا يوجد جوز عشاري 10 نقص 5 10 نقص 8 جوج 15 نقص 9 6 7 نقص جوج 5 3 356 فاصيلة 25 درهم اذا نقص 356 فاصيلة 25 20 جيد نقص لنا الصفحة 107 من ناجح في الرياضيات المستوى الخامسي ابتدائي مع التناسبة حساب نسبة المئوية شكرا السلام عليكم ورحمة الله كنت